فتقيم احتفال التونسيين بثورتهم بعد ثماني سنوات في هذا اليوم هناك اختلاف حول تقييم المنجز خلال السنوات الثمانية الماضية هناك الكثيرون ينويهون بمناخ الحرية والديمقراطية التي جاءت به الثورة وأصبح يفعل ما يريد ويصرح بما يريد له حرية التعبير وله حرية انتخاب من يريد لكن هناك خيبة أمل لا يمكن إخفاءها اليوم نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي الثورة لم تحقق إلى حد الآن أهدافها قد تكون الفترة قصيرة ثماني سنوات لتحقيق كل الأهداف لكن ليس هناك أي تحرك في اتجاه تحقيق الأهداف من تنمية في الجهات من مقاومة البطالة من تحسين الوضع الاجتماعي الآن المقدرة الشرائية تدهورت وكلفة الحياة ارتفعت جدا لهذا العديد من التونسيين أو طبق الوسطى التي هي التي صنعت هذه الثورة وكانت محركها الأساسي فقدت كثير وأصبحت تحن إلى العهد الماضي تقول أن العهد الماضي وفرها لها الأمن ووفر لها المعيشة الطيبة والمقبولة ولكن لم يكن الوضع الحريات ووضع الديمقراطية والحراكة السياسية لم يكن موجودا وقتها لكن هم يقولون أن عندما أكون في وضع جيد ومقدرة الشرائية طيبة لا تهمني كثيرا السياسة لكن إلى حد الآن هذه الانتلاق الأولى بعد ثماني سنوات توفر الحرية تكون أرضية طيبة لغد أفضل إن توفر العمل وإن توفرت التوافق بين كل الفرقا وإيجاد برنامج يحاول الاقتراب من مشاغل التونسيين وتحقيق أهدافهم وهي ليست كبيرة جدا لكن الفترة السنوات الماضية حدثت عديد التحولات وعديد المتغيرات في المشهد ذلك أن العمل كقيمة تأخر كثيرا في بداية الثورة تم القضاء على جهاز الانتاج وتدميره بشكل كبير جدا ثم تغولت المطالب الاجتماعية عند العمال ومنظمة الشغل طالبت بكثير من الزيادات ومن المنح وهو ما أثقل ميزانية الدولة التي لم تستطع المواجهة أيضا لم تستطع الحكومة ومعها المجتمع المدني في ضبط المطالب وفي ضبط الحركة الاجتماعية الذي يوقف الإنتاج في عديد المناطق سواء بالنسبة للفوسفات أو بالنسبة للبيترول أو غيره عديد ملايين دولارات ضاعت على التونسيين نتيجة هذا الحراك الاجتماعي الاحتجاجي المطلبي الذي أوقف الإنتاج في هذه القطاعات الحساسة وأيضا في قطاعات أخرى أيضا قرارات الحكومة بتعويم الدينار أو بالتقليص من قيمته أمام العملية الأجنبية الأخرى أيضا تضررت هناك سياحة تضررت نتيجة الوضع الأمني وهي بدأت تتعافى نتيجة تعافي الجهاز الأمني في مقاومة الإرهاب هناك بعض المؤشرات الاقتصادية الحالية تطمن لكن الخيارات الكبرى خاطئة إلى حد الآن وخاصة الاقتراض وارتفاع عتبة الدين الخارجي والاسترداد الديون في خلال السنة القادمة والسنوات التي تليها وهما سيعيق التوازنات المالية الكبرى للبلاد ترجمة نانسي قنقر